احنا عندنا فقه جميل في التعامل مع الاباء بالمناسبة بما اننا في شهر رمضان وبنتكلم عن الصيام بس ده في غير رمضان بالمناسبة وفي رمضان انت لو حضرتك اصلك من اسوان او من لقصر او من الاسكندرية وجيت القاهرة وسكنت فيها وعشت فيها واتجوزت فيها فهتبقى بلدك القاهرة خلاص لكن ابوك عايش في لقصر او في الاسكندرية لما تيجي مسافر هتفتر اه ما خلاص بقى رخصة عم الشيخ لا لو حضرتك مسافر بيت ابوك اوعى تفتر ادبا مع ابوك الاسلام بيقولك عشان ما يزعلش ويقول خلاص الولد استقل وباقت بلده مع امراضه فيقولك ادبا مع الاب والام لما تيجي مسافر بيتهم تتم الصلاة وتتم الصيام يعني ادبا من باب الشفقة والرحمة واتكية الاسلام شفت جمال اعظم من هذا الجمال انه جمال شريعة محمد يلا ناخد الهدية في عجالة الهدية النهاردة بعد اما تخلص اك لتعلم ولادك يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة طب لما اقول كده هستفيد ايما طول عمرنا بنقول الحمد لله لا انا عايزك تقول بعد اما تخلص اك الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة لابن ابن ماجب يروي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول ده بعد الاكل غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشفى امراضنا وارحم اموتنا اللهم اطعم جائعنا واكسي من تعرى منا اللهم انزل السكينة على كل انسان منا اللهم انزل مغفرتك وامنك وامانك على البلاد والعباد صب الخير على بلادنا صبا صبا لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اجعل يومنا خيرا من امسنا وغدنا خيرا من يومنا اللهم هذا رمضان اوشك على الانتهاء فتسلمه منا متقبلة ووفقنا لما بقي فيه من خالص ومن صالح الاعمال يا اكرم الاكرمين واكتبنا عندك من المقبولين ومن عتقاء رمضان اللهم اعتق رقابنا من النيران اللهم لا تعذبنا بالخوف ولا بالجوة يا اكرم الاكرمين اللهم رب الرقم والمقام رب المشعر الحرام اقرأ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الانبياء والمرسلين وآليهم والحمد لله رب العالمين غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم انقدر الله البقاء واللقاء وربك دوما يقول اني قريب اترككم في معيات الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة